لم تكن لارا أمير وهي مسيحية في التاسعة والعشرين من العمر تتوقع عودتها يوماً إلى مدينة الموصل التي تركتها مكرهة عام 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش الأرهابي عليها حالياً تسكن لارا مع زوجها وأطفالها في هذا البيت التابع لأحدى كنائس المدينة فمنزلها دمر بالكامل خلال تحرير الموصل أكيد رجعنا على الموصل أنا وعائلتي لأنه شفنا الأمان يعني أهم شيء ونفتقد وكنا الأمان ما قبل داعش وهسا حالياً الحمد لله والشكر صارت أمان وأنا يعني أكيد ما كراحة واحد إلا بمدينته وبمكانه وبين أهله وناسه تتوجه لارا كل يوم أحد لأداء القداس برفقة عدد قليلاً من المسيحيين الذين عادوا إلى المدينة تصلي على أنقاض كنيسة مسكنتة في المنطقة القديمة من الموصل على أمل جمع الأموال اللازمة لإعادة ترميمها كان يعيش في الموصل قرابة خمسين ألف مسيحي قبل احتلالها من تنظيم داعش الإرهابي لم يعد إليها سوى خمسين عائلة لاستكن فيها بينما هناك بعض من المسيحيين الذين يترددون إليها يومياً من كردستان العراق لغرض العمل أو الدراسة المطران مار ميخايل نجيب هو رئيس أساقفة الكلدان الكاثوليك في مدينتي الموصل وعقر يقول إن الكنيسة تحاول مساعدة الراغبين في العودة وتهيئة الظروف لهم لتسهيل انتقالهم حقيقة وضع المسيحيين حالياً في نينوى ومن موصل وسهل نينوى بشكل عام هو جداً خجول لأن نقدر نقول ثلث المسيحيين اللي كانوا قبل هجوم داعش إلى الموصل في 2014 ثلث بقي في مناطق كردستان ثلث هاجر خارج القطر وثلث الآخر عاد إلى هالمناطق ولكن داخل الموصل حقيقة هي عودة خجولة جداً كانت الموصل تحوي خمساً وثلاثين كنيسة وثلاثة أديرة ورغم مرور خمس سنوات على تحريرها لم يتم سوى الانتهاء من ترميم ثلاث من هودير واحد فقط لكن هناك كنائس أخرى يجري حالياً أعمارها بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف من منظمة اليونسكو اليوم وبحسب البعض فإن المنطقة تنعم ببعض الاستقرار بعد سنوات عصيبة ماطية طبعاً المدينة الآمنة إلى حاجة جداً كبير وماكو أي مؤشر أمني خطير إدل على تدهور الأوضاع وحتى كتمييز اليوم أن الناس تعامل المسيحين وكل الأزيدين وكل الموجودين في المدينة بنظرة واحدة نظرة السلام ونظرة محبة ونظرة أخوة توصل للارة اليوم من أجل أن تستطيع استكمال دراستها التي اضطرت لتركها منذ سقوط الموصل كما تصلي من أجل عودة أكبر عدد من المسيحيين إلى المدينة وإلى كنائسهم وبيوتهم التي أجبر على تركها على أمل إعادة إعمار ما تهدم خلال الحرب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة